السلام عليكم ورحمة الله رحبكم أعزائي الطلبة في محاضرة جديدة بأكم الأستاذ محمد نجم النوفلي بإمكانكم تشتركوا بالقناة وتشاركون هذه الفيديوهات لزملائكم بالقناة بالجامعة وبلقروات فيما بإعناتكم السؤال الأول هو اختيارات مثل ما معروف الفكرة الأساسية بهذه القطعة هي طبعا A student in some American universities have bad eating habits A student in some American universities have a response to student concerns about gaining weight by The answer is B طبعا يعني هنا هي الجامعات انطت كموضوع الوزن عن طريق Making fewer burgers and fries available in the dining halls قاسوا موضوع الوزن وشافوا انه الاكلات اللي موجودة بالحوانيت بالجامعات هي مسبب اساسي بتغيير وزن الطلبة فعند تغيير طعام بالمركز الطلابي او نسميه بالمطعام او الى شابه عند تغيير هذا الطعام لاحظوا انه يتغير وزن الطلاب فهذا الشيء ضروري يأثر على وزن الطلاب واحتمال حتى يأثر على مستواهم الدراسي رقم الثلاثة Based on the fact الاعتماد على هذه الحقيقة French fries I would sell apples by thousands of pounds You can infer the طبعا هنا جواب هو C They are not cutting down on fatty foods يعني اللي يما يقرأ القطعة ويجي بس مجرد على الحلول راح يواجه الصعوبة فانا صيحته لكم تروحون شوفون القطعة وترجعون تشوفون الحلول لانه يعني اكو افكار شوي طويلة يعني ما اقدر اشرحها انا كل نقطة فضروري جدا انت تروح تشوف القطعة يعني تطلع على القطعة تقراها تشوف ترجمتها يعني تفهم المغزى الاساسي بهاي القطعة تسمعها اكثر من مرة وراها تجي تشوف الحلول راح تفتهم بس انا يعني اكو افكار قصيرة اقدر اوصلها اليك بس مرات افكار شوي تحتاج يعني هو يشرح فاللي لازم قال القطعة وشايفها يعني زين النقطة الرابعة يقول النقطة الرابعة المقصود بها انه الطريقة اللي الطلاب او الجامعات انطت معلومات عن الغذاء ويعني فكرة عن الدهون كمية الدهون و الى اخره بشلون عن طريق شكية سمارت فون ابليكيشن يعني سمارت فون ابليكيشن يعني برامج اه حواتف الذكية يعني ذولها بالجامعات سووا برامج حتى اه يعني يكتشفون كمية الدهون الموجودة بهذا العلاج للغذاء المعين مثلا خنقول بيتزا جقد جقد السعرات الحرارة اللي بيها جقد الدهون اللي بيها جقد كمية السكر اللي بيها و الى اخره فهذا الشي رح يخلي الطالب حذر ويعرف شنو اللي يأكله زي العنية فالنقطة هي رقم بي النقطة هي رقم بي يقول الدراسات الاخيرة اثبتت بانه طلبة الجامعات الامريكية يعانون بشكل كبير من مشاكل سوء الصحة السوء الصحة طبعا هي بور بمعنى فقير حياة الصحة فقير الصحة ولكن هذا المعنى مالته فهي السوء الصحة او تدهور الامور الصحية كلمة بور تستخدم مع الصحة وتستخدم كذلك مع الانترنيت بنقول بمعنى انترنيت فضعيف بالنسبة لتمرين النقطة رقم ستة الجواب رح يكون بي الجواب رح يكون بي public health experts agree that eating discords are caused by poor nutrition يعني خبراء الصحة او خبراء يعني خبراء الصحة نعم وافقوا على ان التناول واجبات بلا انتظام وبلا يعني خلو نقول اللي ياكل اكل بدون يعني فكرة بدون ما يعرف هذا الاكل شنو هو شنو كمية الدهون اللي بي بس ياكل هذا الشي رح يسبب له هواية مشاكل وسبب له سوء بي صحته جي على تمرين بي بالنسبة لتمرين بي تمرين اي هو عبارة عن matching يعني كلمات ومرادة فن اذن الكلمات مهمات مو بالضرورة يجن بهذه الطريقة احتمال يعني يجن اه بفراغات اختيارات صحة وخطأ ومثل ما تشوف قدامك الحل مثل ما تشوف قدامك الحل يعني تقرأ هنا وترجم هنا وما به نعتقد اي اي شي يعني بقى اشياء بسيطة مثل كل شي حتى موجود قدامك اثلا ايت اث هس الاف معناها ايت يأكل اه البي معناها something you can't stop thinking about يعني الهوس بشيء ما اه رقم اثنيا اللي هي ويا سي people who came before الناس اللي يجون before يعني قبل اه اه ثلاثة اي not too much and not too little يعني وسط معنى معتدل خلي نقول اف قلنا يأكل اه خمسة ويا دي do you think that are completely opposite from each other يعني متضاد ومتعاكس ستة ويا من ويا الاي اللي هي معناها required required بمعنى مطلوب او مرغوب بالنسبة لهذا التمرين هنا هنا consider the issues work with the partner to answer the question below هنا ويا صديقك حل هذا الواجب هنا ايدي دي يقول انطيني يعني according to the article what are the positives and negatives effective effects of making information about nutrition available to students هنا يعني يقول احنا اذا سوينا معلومات وجمعنا معلومات عن التغذية بحيث انه انت هذا التغذية كذا هذا تغذية كذا تغذية كذا تغذية كذا هنا هي الشغليات الايجابية وشنه الشغلات السلبية الايجابيات انه انت صحتك راح تتحسن الشغلة الثالثة انه انت راح تعرف شنه اللي تاكله الشغلة الرابعة اعتقد انه هذا برأيي شخصي يعني انه راح تكون توفر مال لان دائما الاكلات الصحية ما تصرف اموال كثيرة يعني مثل الخضار هاي السوال هاي الشغلات ما تصرف هوايه بينما الدهون والحلاوة كذا تصرف دهون هاي من رأيي شخصي يعني negative effects الاشياء السلبية يعني اولا انت راح تحس بالملل تشعر بالملل يعني هوايه ممكن تكون عندك شغلات سلبية ولكن الاكثر والاهم هي الشغلات الايجابية ما السلبية انه انت راح تشعر بالملل ربما راح تاخذ وقت يعني احتمال انت عندك محاضرة وتجي تعال اشتاكل لا لا اكل هذا الاكل لان هذا يبيه كذا سعر هذا يبيه كذا حرار يعني هم احتمال انا اعتقد تاخذ من عندك وقت بالنسبة هذه السلبيات هل تعتقد بانه الجامعات يجب يجب انه تنطي الطلبة معلومات عن التغذية والله برأيي اشوف ايه ضروري هذا الشيء لان مرات احنا يعني تعودنا انه احنا ناكل اكل غير صحي احتمال من ابونا ومن اجدادنا دائما يسوون اكل واكل هذا يكون غير صحي واحنا اتبعناهم وهذا الشيء خطأ يعني جوز ما حد قايل لك اينا على هذا الشيء فبرأيه الشخصي موضوع الجامعة من التنطي تغذية صحيح لا 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 يتحدث على الجامعة جامعات الامريكية وهذا الشيء عدنا اديوماتيك اكسبريشنز اديوماتيك اكسبريشنز هذا تعريف مهم يعني حاول تقرأ هذا شن المقصود بالاديوم اديوماتيك اكسبريشنز طبعا هنا عدنا 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 هنا بهذا الموضوع يسمون هنا التعابير تعابير معناه شنوه اكو مرات اه يعني شون اقول لكم مثل وهذا موجود عدنا حتى بالعراق يعني المثال ومعناه والمعنى اكو حرفي واكو معنى مجازي يعني مثل ما احنا نقول واحد نقول هذا نايم ورجلينة بالشمس يعني معناها هو لا يعرف ما تم قيله وما يعرف شنوه مو معناها هو صدق نايم ورجلية بالشمس ورجلينة بالشمس اذا هو هذا مصطلح يعني مصطلح او مثلا نقول شون وضعك والله هذا وضع ادينا بالدهن شون يعني ادينا بالدهن وشنا حاط ايده بالدهن لا بس معناه وضع زين هيتش زين فهذا هو يعني معنى الاديوم تعريف مهم نحفظه ونقرأ هذا النيه هذا هذا يارات كله تحفظه مهم سراح نجي ناخذ عليه الامثلة هنا تشوز the best meaning اختار المعنى الحقيقي لهذا المصطلح بالخط الغامض سنعني فيريد ما عندك تنطي المعنى السؤال الاول هو النقطة الاولى talk out of both sides of their mouth شنو معنى هذا الكلام معنى say one thing but do another يعني قول شي وسوي شي اخر هذا هو المعنى يعني اعتقد اكو مثل بالعراق هي شي ماذا اتذكر ماذا يختار على بالي اكو مثل هي شي يارات اذا تذكرتو كتبونا بالتعليقات يعني معنى اقول شي وسوى عكس هذا الشي say one thing and but do another وهذا موجود علي مثل عن حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول للنساء شاوروهم وخالفوهم يعني اخذ رأيها ولكن اذا شفت رأيك والانسب فاخالفها عادي مو مشكلة طبعا هذا الشي مو معناها الاخوات اللي قاعد يتابع عنها او غير ذلك مو معناها انه ناقصات عقل لا بالعكس وانما مرات المرأة تكون وجهة نظرها قليلة ومرات الرجل ايضا يكون وجهة نظرها قليلة فمو معناها ان المرأة وجهة نظرها مو صحيحة لا بالعكس مرات تشوف مرأة وجهة نظرها انسب واصح من الرجل زين يعني فكل منو حسب ثقافة ايضا عدنا مثل اخر نقطة نوم اثنيا معناه يعني شخص واثق بهذا بشيء معين اذا انت واثق بشيء معين هذا هو التعبير اللي راح تستخدمه هنا ايضا عدنا بهذا التمرين ايضا نفس الفكرة يعني عندك طبعا معناها سهل جدا غير حتى احنا ايضا موجودة عدنا يعني نقول شون كانت لسل والله لسل كانت مي يعني معناها كلش سهلة شون كانت لسل قطعة من الكيك معناها كلش سهلة اذا احنا راح نخلي جواب هو دي اذا رقم واحد هو دي رقم اثنيا رقم اثنيا رقم اثنيا معناه اه يعني ليزي يعني كلش كسول اذا هو ويا رقم اي ويا رقم اي رقم اي رقم اي رقم ثلاثة رقم ثلاثة ايضا 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 معناه شون نقول احنا يعني هي is very careful. كلش حذر هذا هو جواب يعني يخاف نقول هذا يمشي على بيضة ورات حتى احنا عدنا موجودة يعني تشير جواك بيضة اش بيك انت ما تتحرك كذا يعني خايف هو هذا احنا نسميه احنا very careful يو باللغة العنقلية يسمى very careful. بالنسبة لرقم اربعة I have a lot on my blade. رقم اربعة I have a lot on my blade. فالجواب هو E. many things going on at. يعني انا مشغول هيت معنى. هذا هو الجواب. ورقم خمسة بقت البي. بقت خمسة بي. apples and orange. two things that are completely different. شياء مختلفة تماما. apples and orange. شيج معناه. الان ننتقل الى موضوع reading skills summarizing يعني موضوع summarizing. شون تقدر انت summarize و الى اخره. او هنا خطوات اللي هنه بالبداية تقرأ القطعة وتعرف على الفكرة الاساسية ثم تكتب القطعة الاساسية ثم complete the summary with the most important point in the passage. هو شنه المعنى السمري؟ السمري معناه الواحد يكتب مثلا يفهم القطعة بشكل عام ويكتبها يكتب الفكرة الاساسية وبعدين ياخذ النقاط الاشياء الاساسية بهاي القطعة المهمة. الشغلات الجانبية كلها يبتعد عنها. واكو فرق ما بين السمري والparaphrasing. السمري يعني انا عندي قطعة تتكون على سبيل المثال من صفحة. من اسويها سمري راح تكون نص صفحة احتمال. او احتمال اقل يعني اقلة من الصفحة. راح تقل السمري. وما راح استبدل بالكلمات. يعني نفس الكلمات اللي عندي راح استخدمهن. زين ما راح اجيب كلمات جديدة. والصفحة اللي تكون عندي كانت صفحة راح تكون بالسمري راح تكون قليلة. زين الparaphrasing كن معناه. الparaphrasing معناه الواحد عنده قطعة. وهاي قطعة خلي نقول صفحة. اخليها نفسة صفحة. ما راح تقل ولا راح تزود. احتمال يعني قليل لو تزود لو تزود لو تقل سطر سطر ونص اي. ولكن اجيب كلمات اخرى. يعني اغير الكلمات. ما استخدم نفس الكلمات. اغير الجمل. زين. اغير يعني الاشياء. اجيب اشياء يعني غير الكلام الموجود. القطعة راح تختلف. زين يعني معناه ما راح يختلف ولكن القطعة راح تختلف. الكتابة تختلف. اجيب تعبر عنها بطريقتك الخاصة. هذا يسمونها الparaphrasing. هذا كل ما يوجد بالنسبة للشابتر السابع. هذا ان الكلمات اذي ايضا مهمة. اذا استاذك ما طالبهم عندك فيفضل انه تقرأها. اعتقد اضعنا الفصل بما فيه الكفاية. اذا عندك اي سؤال او استفسار تقدر تتركه بالتعليقات. واحنا حاضرين. تقبل اتحياتي الاسدد حمد نجم النوفلي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.